مرحبا حضراتكم مرة تانية مشاهدينا والروح لتاني محاور حلقتنا الليلة وزي ما قلنا هنتكلم عن مستقبل المدن المزحمة في العالم وهنروح مع حضرتك طبعا نشرت صحيفة Financial Times مقالا مهما عن انتقال الشركات اليابانية من العاصمة توكيو إلى المدن البعيدة نسبيا وهو ما يفتح ملف المدن المزحمة وعلاقتها بالبيزنس وفي مقدماتها طبعا القاهرة اللي بتعد أكتر الأماكن ازدحاما أنا هبدأ مع حضرتك طبعا دكتور سامح أول محاور أو منقشتنا النهاردة نتكلم عن أبرز التحولات اللي تحدث في بيئة العمل في توكيو ولماذا تنتقل الشركات الكبرى إلى خارج العاصمة طبعا حيث الجمال والطبيعة والهدوء كمان رايك نحن نشتغل في توكيو ياريت طبعا توكيو مدينة مزدحمة وخبرة الكورونا والعمل عن بعد ومحاولة إن احنا يعني في إطار بيئة العمل إيجاد أشكال مختلفة للعمل بكسافة على الفضاء الألكتروني بدأ يخلي الناس تفكر ليه إحنا من غيرش شكل بيئة العمل يعني ده كان الباعث لهذا الموضوع فضلا عن إن في ناس بتقدي جزء كبير جدا من وقتها في التنقلات والمواصلات خاصة في لحظات الراش أور زي ما بقوله سواء كان في بداية اليوم أو في نهاية يوم العمل بدأت الناس تفكر في هذا السياق لأن ده بيئة العمل مسألة مهمة بالنسبة للإنتاجية الخاصة بهذا العمل أولا بتوفر طاقة أنت بتروح قريب من أماكن أكثر هدوءا فبتستمتع بالجمال فده بينعكس على بيئة العمل أيضا اليابان لديها طبعا خبرتها في مسألة الزلازل ومسألة التحديات الطبيعية لمن نوع ده فمصلحة أن هي تنوع البيئة اللي بتشتغل فيها عشان لا تتعرض الشركات أو المؤسسات إلى مشكلات كبرى في التقرير الحركة قلتيه اللي كان في الفينانشال تايمز أشار إلى أن فيه 350 شركة العام الماضي بس نقلت مقرة عملها الرئيسي من توكيو إلى مدن أصغر وبعدها إلى جزر وبدأت الناس تذهب أو الموظفين يذهبوا إلى هذه الأماكن وهم فيه أكثر سعادة أولا بيروحوا بوقت قليل لأنهم بقريبين سكنين قريب منها الأمر الثاني بيستمتعوا طبعا بالمناظر الطبيعية الخلابة فنفسيتهم بتبقى أفضل في العمل بعض الشركات ما عملتش كده بس قلصت من العمل في توكيو وعملت حاجة اسمها أوت سورسنج يعني دورت على شركات تانية تقوم ببعض المهام من الباطن يعني خلينا نسميها كده عندنا احنا في اللغة بتاعتنا تعمل لها بعض الحاجات من الباطن في أماكن أخرى شركات تانية عملت شكل ثالث من العلاقة قلصت من وجودها في توكيو وخلت مكتب إداري صغير بيسموه ليازن أوفيس يعني مكتب كده اتصالات ولا حاجة وفي الوقت ذاته سابت مكاتب أخرى أو فتحت فروع أخرى في أماكن مختلفة طبعا ده بيلفت الانتباه إلى أن المدن بتعاني من مشكلة كبيرة وده موضوع مش جديد يعني احنا بقلنا فترة بنتكلم على أن المدن أصبحت مكان زي ما هو مكان بيدي مساحة للعمل والرفاهية وأيضا هو مكان للتوتر والاستحام والمحاولة زي ما بيقولوا التعامل مع درجة منخفضة من نوعية الحياة يعني 50% من سكان العالم الآن يعيشون في مدن 50% التانيين بيعيشوا في أماكن التانية ربما يكون هم سعداء بالطبيعة الناس بتروح للمدن عشان الخدمات وعشان فرص العمل وخصوصا في الدول اللي مفاش تنمية جيدة للأطراف فالناس بتروح للمركز يعني إذا احنا اعتبرنا بلغة المصريين أن في محافظات وأقاليم وقرى ومش عارف إيه إذا دول مفهومش نفس درجة التنمية اللي في المدينة فالناس هتروح من الأماكن دي تروح للمدينة بالزبط تبحث عن خدمات تبحث عن عمل تبحث عن فرصة مختلفة للحياة بالتأكيد في ناس خرجوا من عباقة الفقر عندما ذهبوا للمدن يعني دي دراسات موجودة بتقول كده ونقدر نقول برضو أن جزء كبير جدا يصل لـ 80% من ناتج الإجمال العالمي بيتم في مدن الناس متوقعة أن سنة 2050 أن كل مئة شخص سمعين شخص يعيشوا في مدن فالرقم الناس اللي بتعيش في المدن بيزيد يعني إيه أن أنا أعيش في المدن أعيش في المدن يعني معناها أولا فيه أزمات تتعلق بالبنية الأساسية لأن كل ما ييجي وافدين جديد للمدن المدينة دي لما تأسست تأسست عشان يعيش فيها عدد معين من الناس لما يتضاعف هذا العدد فده يعني نوع من أنواع الضغط الإضافة على البنية الأساسية في الأماكن دي بالضبط سواء كان الشارع يبقى دي البيت ما يدرش يشيل ناس تضطر من أنت يحدث توسعات في المدن دي وكثيرا ما يكون التواصل عشوائي فلاقي مدينة قلبها متطور وأطرافها على درجة كبيرة جدا من العشوائية والتخلف أحزمة من الفقرة وحيط المدن ودي بتتم في دول كتير زي أفريقيا وزي بعض الدول في أمريكا اللاتينية وفي أسيا لما بصت لاقي المدينة القلب بتاع المدينة يحمل طابع المدينة ولكن الأطراف كل ما تتسع تتسم بدرجة كبيرة جدا من العشوائية ودعنا شايفينه في القاهرة هنا بزافة وليس أقول لحضرتك يعني معمم كمان في القاهرة هنا مش بس في دول برة المعدلات العالمية بتقولك إن في مليار واحد فقير يعيش في مدن على مستوى العالم الفقير ده بعيش فيه فأماكن مهماش والفقر بيورس يعني الفقير بيورس أولاده الفقر لأن هي زي نقوله إيه لازم تكسري الحلقة المفرغة من الفقر دي يعني ما بتكسريهاش فتلاقي الفقير بيورس الفقير بنفس الممارسات بيخلف كتير بيبعنده عيل كتير ما بيعلمهمش كويس فيطلعوا ما عندهمش مهارات فيعيشوا على هامش المجتمع وكل مدى المجتمع بيتعقد وبيتطور وبيحتاج مهارات إضافية وبيحتاج تعليم أفضل فهم بيخرجوا بالرسول العمل مش قادرين لنفسه فيبقوا في وظائف هامشية جدا في المجتمعات ومتقلبة وعرضة للتغيير وعرضة للصدمات الاقتصادية وعرضة للتحولات الاجتماعية يعني انت بتشوفي مجموعات كتير جدا من الناس مسألة ان انت يبقى عندك نوعية أفضل للحياة بالتأكيد لما اطلع بر المدينة يبقى عندك نوعية أفضل للحياة بس أنا عشان أطلع برها لازم يبقى فيش طرطات يعني النهار دا احنا بتقول للناس سيب القاهرة ومشي سيب مدينة مزدحمة ومشي بالتأكيد لو رحت برها تستمتع أحسن ما فيش أزمد مواصلات في راحة نفسية ربما المناظر الطبيعية أفضل ربما الحياة أفضل لكن أنا عايز خدمات عايز مؤسسات تعليم عايز وظائف بالزبط الديني الحاجات دي وهتلاقي الناس لوحدها طواعية خرجوا يعني في التحقيق اللي هو في فينانشل تايمز بيقولك رصدوا ان القادمين الى توكيو للحياة والعمل قال عددهم مقارنة بالمغادرين لتوكيو الى اماكن اخرى بحثا على الحياة والعمل ليه؟ لأنه بيروح مكان تاني لا يفتقر فيه الى جودة الحياة هو نفس جودة الحياة فده اللي بيقولك ليه في توازن في التنمية لما تعملي توازن في التنمية في المجتمع ده بيؤدي الى ايه؟ بيؤدي تلقائيا ان الاماكن لن تكون اماكن طاردة ايه اللي يجبر واحد في الريف ان ييجي مدينة يبحث عن فرصة العمل وييجي مدينة ليه؟ طب لهو عنده فرصة العمل في الريف وعنده مكان سكن كويس وعنده خدمات كويسة وعنده موصلات كويسة وعنده حياة كويسة يسيبها ليه؟ ده المصطلح اللي نسمع عنه بتمكين المدن يا دكتور؟ تمكين المدن وتمكين الريف يعني انت لازم تمكن الريف ان يصبح في جودة المدينة جودة المدينة مش يبقى صورة ان المدينة لا يحمل ملامح الجودة اللي موجودة في المدينة سواء كان على مستوى الخدمات سواء كان خدمات اجتماعية أو ترفيهية أو اقتصادية أو عمل وخلافه فدي كلها حاجات مهمة النهاردة بنسمع مصطلح المدن الزكية العالم بيتجه نحيا هذا الموضوع يعني بتعتمد على الانترنت في الخدمات في التسوق بتحسن منظومة المرور خلي بالك ان التلوث مبعثه لأساس المدن يعني 60-70% من التلوث في العالم جاي من المدن وده اللي بيفتح لنا موضوع التغيرات المناخية وبيفتح لنا موضوع الطاقة النظيفة ان المدن دي تحتاج إلى طاقة نظيفة في العمل حتى في بعض المدن دلوقتي التصويت في الانتخابات بيتم عن طريق الموبايل والتصويت الالكتروني كل ده ليه؟ لان انت النهاردة عايز مدينة توفر وقتك ترفع من مستوى نوعية الحياة اللي انت بتعيشها تقدر انشغالاتك وتقدر الظروف اللي انت فيها وتحاول ان هي تديك فرص افضل ونوعية افضل للحياة طبعا المدن الزكية دي ده مصطلح شائع دلوقتي في العالم يعني انا بس عايز اقول لحدك على حاجة انا مثلا من كم سنة يعني كنت بادرس في جامعة ستانفورد الفترة وكان بيه هم السيليكون فالي او واد التكنولوجيا اللي عنده وراحت زورت جوجل وزورت الحاجات دي كلها يعني كجزء من يعني برنامج الدراسة والزيارات تفاجئ بيئة العمل هنا غريبة جدا بيحقق الموظف كل حاجة حتى المكسرات بيديه له كل يوم يتسلى فيها يعني قسي على هزا حاجات كتير انا مش عايز اتكلم فيها اه عشان مصدمش لا اعشان ملحباتش يا دو اه لا مش عايز اتكلم على حاجة فانا سألت المدير جوجل قلت له الحاجات دي ما بتكلفكوش فلوس يعني مطعم مفتوح 24 ساعة تاكل زي ما انت عايز جيم تلعب زي ما انت عايز خدوه مكتبعاتها تتكوي جيلك قلت له ايه الحكاية وفندق اه فندق صح موحيط لما تحبت تريح شوي قل لي ده سؤال كويس انا بخلق بيه اتعمل ما بيشتغلش التسع ساعات ده بيشتغل اليوم كله شوفوا زكاو هو الدك وقال لي تعبير كده بالانجليز قال لي بيناتس يعني ده حاجات بسيطة يعني فده معناها ايه معناها ان هو بيخلق بيه اتعمل بيشجعك على انتاج افضل فدي فلسفة تانية فانت النهاردة لما تشتغلي في مكان زي ده هو بيوصلك تروحي ليه هو عايز يوصلك للموضوع ده بالزبط انت بتستمتع بحياتك روح العب وتعالى كمل شغلك روح رايح شوية وتعالى كمل شغلك هدومك مدقيقات هخسلها لك وكوها لك ويجبها لك يعني يعني عايزة قوله هو بديله رفاقة الحياة طبعا مش كل الشركات تعمل كده مش كل اماكن تعمل كده لكن لا انا بديكي فلسفة الحياة كل محسن الانفيرومنت او البيئة اللي محيطة بيه كل ده ما ايه هيؤدي الى التطور ان شاء الله نأمل يعني ان المدن تتطول لان فيه صيحات عالمية وجزء من اهداف التنمية المستدامة خلق مدن افضل طب احنا هنتبق الكلام او تجربة اليابانية دي دكتور على القاهرة ده ينفع نعمله الدولة بتعمل كده دلوقتي بصورة وباخرى يعني برنامج حياة كريمة يعني فكرة تطوير الريف وتمكين الريف وكلام المشروعات اللي بتجري على الارض الواقع دي الغرض منها ايه الغرض منها ان يصبح هذه الاماكن مش طاردة ما انا النهاردة عشان افضل القاهرة دي لازم اوجد اماكن استيعاب او اقول الناس ماتجوش عندي يعني انتو عندوك اماكن هو يعني عاصمة الادرية الجديدة ونقل طبعا جزء من الموضوع العاصمة الادرية جزء من وجود المجتمعات العمرانية المتطورة لكن ايضا اهم حاجة اوقف نزيف الهجرة الداخلية من الريف للمدينة اوقفه ازاي يقف هذا عندما يصبح الريف ممكن لما لقي فرصة عمل الاقي مشروع اقتصادي الاقي وظائف افضل مواصلات سكن كل حاجة كل التمكينات اجي عند مرحلة معينة اشعر ان انا هستمتع بحاتي افضل لما بقى خارج العاصمة مش محتاجة اروح للمدينة مش محتاجة للمدينة واجهة فرصة اتعامت بل بالعكس الناس هتميل اتعيش في مجتمعاتها اكثر وده اللي احنا شفناه مجتمعات كتير متقدمة يعني تسأل لي واحد تيجي تقوله تروح لندن لان المدينة اللي وقعت فيها مدينة متقدمة ومريحة نفسيا بالنسبة له يعني بنتمنى يكون عندنا بنتمنى لكن هو موضوع يعني موضوع في الزهن العالمي ده اللي انا عايز اقوله صحيح انا هروح مع حضرتك لفاصل ونرجع نكمل باقي محاور حلقتنا الليلة مشاهدين خليكم معي اشتركوا في القناة